هذا الفعل هذا كي تعتبر جريمة ديال الاعتداء بالضرب والجرح مصبت بأضرار جسمانية أنا كنشوفها أنه ممكن تعتبر سلاح يجب أن تتوفروا لهم الحماية الكاملة من أي اعتداء للأسف الشديد تفاجأ الرأي العام الوطني والدولي وكل متتبعي مباراة نهائي كاس إفريقيا الأقل فئة أقل 23 سنة لتجارة الأطوار ديالها في مركب العبدالله بالرباط بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري وبالضبط بعد نهاية المقابلة وانتصار المنتخب المغربي قلت تفاجأ كل متتبعي هذه المباراة بسلوك لا أخلاقي لا رياضي لا يمت بصلاة للمسلكيات الإيجابية لأعراف وقواعد وأخلاقيات كرة القدم لللاعب والمسؤولين على الفرق الرياضية والهئات القائمة على تدبير شؤون الرياضية هم أولى بالامتثال لهذه القواعد وهي قواعد الدولية لأن الرياضية أخلاق واحد مشهد كل شيء تبعو أن لاعب ديال المنتخب المصري عن قصد وبنية المبيتة قام بضربي ورمي إحدى المشجعات بقارورة ديال المياه المعدينية اللي كانت مليئة بالمياه والضربة جتها في الوجهة ديالها فيما كان ربما أضرار من بعد تبعت أنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أصبت بأضرار جسمانية إضافة لكون هذا الفعل غير أخلاقي وغير رياضي وغير إنساني أنا أعتقد على أنه قد تطاله مقتضيات القانون الجنائي المغربي باعتبار أولا أن الفعل ارتكب داخل إقليم يعني دير الدولة المغربية وبالتالي طبقا أو إعمالا لمبدأيات إقليمية القانون الجنائي المغربي فهو يسري عالات الواقعة أيضا الشخص الذي قام بهذا الفعل ليس في القانون ما يعفيه من المتابعة أو يبرر هذا الفعل ولو كان رياضيا ما كانش في القانون الجنائي شي حاجة كتع فيه اللاعب دي الكرة القادم من المتابعة أو المسألة الجنائية إذا ارتكبا فعلا تطاله مقتضيات القانون الجنائي إذا بغينا نشوف التكييف دي الفعل كما قلنا أنه تطاله مقتضيات القانون الجنائي كين جوج دي المستويات كين المستوى الأول هو التكييف المباشر للفعل لأن القانون الجنائي المغربي في الفصل 386 مقرر يتطرق لهذه المسألة أحداث الشغاب أو العنف الذي يمارسه بمناسبة مقابلات أو مناسبة رياضية الفصل 388 من القانون الجنائي الفقرة 6 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1200 درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحداثين العقوبتين فقط كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أي مآدات أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت أو قام بأعمال عفم شأنها لإخلال بصير مباراة أو تظاهرات رياضية نسبة القارورة هي مادة صلبة بالتالي تطالها أو يعني كنت تدخل في هذا الفاصل عدة 308 أنا كنت أرى أنها ممكن تعتبر سلاح لأنها فهم السلاح في القانون الجنائي وكل آلة أو مادة وخزاء يعني إما كتجرح أو كتدير ردود ردود هو أنه كتضغط لك الجسد ديلك أو كتجرح أو كتقطع يعني ممكن إلا كانت القارورة مليئة بالمياه وتتكون صلبة يعني يقدر نعتبرها تدخل في فهم السلاح أيضاً هذا الفعل هذا كي تعتبر جريمة ديلاً اعتداء بالضرب والجلح لأن من خلال متابعتنا لهذا فيديو أن اللاعب لم يقم برمي هذه القارورة فقط من أجل رميها دون أن ينتبه لمكان الرمي ديلاً لولا مشيب غيلوحة في مكان فارغ وإذا بها تسقط على الجمهور بل أن في مشاهدي الفيديو أن هناك نية مبيتة وقصد جنائي مباشر اتجه نحو إصابة هذه الفتاة من خلال طريقة الرمي ديال الكرة والرمي عفواً القارورة والتجاه أو الهدف الذي أصبته كان أيضاً مقتضاة فصل 404 من شهر إلى سنة إذا كان الإداء ترتب على النتيجة ديلاً هذا الفعل هذا من حيث الأضرار الجسمانية بالضحية أنها عند شهد طيبية من 20 يوم من تحت إذا كانت شيء اللي غير يحدد لنا التكييف والنتائج الصحية على هذا الفعل الجرمي أيضاً 405 إذا كانت توصل من سنة إلى ثلاث سنوات إلى ترتب عليها عجز يفوق 20 يوم وممكن تحول إلى جناية والعقوبة ديالها من 5 سنوات إلى 10 سنوات تبقى لمقتضاة الفصل 400 وجوج إذا ترتب عليها عها مستديمة بمعنى أن هذا ضرب بالقارورة ترتب عليه إما الشخص فقد العين دياله فقدان وظيفة من وظائف أحد الأعضاء ديال جسم الإنسان كالعين ولا النيف ولا السنان ولا تحيدات له الدوء ولا ما تنقش كي حرك صبعه إلى أخير من النتائج يعني اللي غير ترتبع له هذا الفعل هذا اللي كتصل لمستوى أنه يفقد أحد أعضاء جسم دياله إحدى الوظائف دياله إذن هدوم التكيفات لكتال هذا الفعل هذا إذن هذه الجريمة هي ثابتة ومرصودة ثابتة من خلال موثقته الفيديوهات وأيضا هي جريمة متكاملة الأركان كين روك القانوني هم هذا في الوصول اللي ذكرت 308 من قانون جنائي الفقرة الستة 440 أو 405 أو 406 على حسب التكيف على حسب النتائج الصحية على الضحية إذن الروك القانوني كين الروك المادي أيضا قائم باعتبر أن الفعل يعني مرصود وثابت كين الفعل ديال الاعتداء والرامي بواسطة القارورة وعصبة الضحية أيضا حتى الروك المعنوي بدوره حاضرا لأن اللاعب قام بهذا الفعل وهو في كرد فعل يعني وهو في وضعية نرفزا وقام به بقصد وبوعي وبإرادة وحتى أنه يعني القصد الجنائي الاحتمالي لأنه رمي القارورة بتكت طريقة على الجمهور يعني يحتمل أنها ستصيب أحد الأشخاص إذن أنا كنت سأل لاش ما يتمشي المتابعة ديالو لاش ما يتمشي المتابعة ديالو لأن ما كنش كما قلنا ما كنش في القانون الجنائي ما يسقط عنه المتابعة أو ما يبرر له هذا الفعل كونه لاعب لاعب أجنبي لاعب ضمن صفف فارق أجنبي لاعب ضمن نهائية ما ما كان شكلها يعني فهذه لا يعفيه من المتابعة الجنائية ما ترتكب فعلا جنائي لأننا في القانون الجنائي ما لقناش شي مبرر أو مصويغ يعفيه من المتابعة بالتالي هنا كنت سأل عش ما تتمشي المتابعة ديالو الفعل تابت ومرصود يعني ما كنش احتام مجرد شكوك بخصوص ثبوتها الفعلا ما كنش لأنك كنوا اتقاته الكاميرات واتقوه الفيديوهات لاتقوها العملية من بدايتها إلى نهايتها وبالتالي كنت سأل عش ما تتمشي المتابعة ديالو أيضا احتضن أشخاص أو الجمهور الذين يحضرون لمباراة الرياضية وكي أدوا التذكير مقابل ذلك يجب أن تتوفروا لهم الحماية الكاملة من أي اعتداء خصوصا هذه الاعتداءات البسيطة ما عدي لك أن شي قوة قاهرة شي قوة قاهرة يعني تفوق إمكانية أو طاقة المشرفين على هذه تدورة الرياضية قدر هنا ما ندرش على المسألة أنا كان ندرش على المسألة المدنية يعني احتضى حياة ديال أن واحد دخل الملعب باش يشاهد مباراة الرياضية وإذا به كي تلقى إذا به ملقاش الحماية الأمنية ولم ملقاش يعني ولكي تعرض يعني الاعتداءات أو الرمي بالقارورات أو بمواد صلبة أصابته بتالي أنا كان من حقوي طالب بالتعويض يعني الضرر في مواجهة كل من هو مشرف على هذه المباراة أو التظاهرة الرياضية هذا في الشيق المدني لأنني أنا من كان قطع التذكير أريد أن ندخل نتفرج وأنا مؤمن أولا تضمن لي نقلس في مكان نشوف فيها المقابلة كاملة مش نقلس في مكان والناس ومضرق ما كان نشوفش أريد أن نشوف المقابلة نتفرج فيها ونقلس في مكان مريح وأيضا تضمن لي الحماية السلامة الجسدية والشخصية أنني ما غادش نتقاس بغادش يتم الاعتداء عليها هذه من الحقوق ديال الأشخاص لأننا أمامها هنا كنكون في عملية تعاقودية يعني أنني كان أدي تذكيرها باش نتفرج في مباراة رياضية يغسني توفر لي الأمان لشخصي ولنفسي ولمالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر